السلام عليكم رحبا بكم جديد على قناة الاستاذ الفترادى او صفحة بروفصومة في هذا الفيديو ان شاء الله سنقوموا بمراجعة شاملة لبروديكسون اكريد سنطرقوا لليان لوجيك اه الكلكوز اكسبرسيون يعني بعض العبارات اللي كتكون تخيكوون في لغيداكسون يعني متداولة بزاف الانشاء سنطرقوا ايضا لبعض الاسئلة بعض المقدمات وكذلك في نهاية الفيديو سنطرقوا الحجاج اللي صالحة للعديد من الموادع دونك هاد الفيديو غتكون صالحة سلامة ديال اولى باكالوغيا للطلب الاحرار وكذلك اي واحد مقبل على امتيحان باللغة الفرنسية وغديكون مطلوب منه يكتب ان تكسر جيمونتاتيف داكور يعني يكتب نص حجاجي اللي غدي دافع فيه على الرأي دياله. هلو غديم بدأوا باول عنصر في هاد الفيديو اللي هما لليان لوجيك بخلاصة يعني الادوات ديال الربط وهنا لليان اللوجيك كتربط للينا اكتر ريال لربط ما بين الافكار او الجمل بيانشور فناخدو اول ايليمان دو قعدنا لغدغ لي هو الترتيب هنا بالمفوم ديال الترتيب فغنستعملو هاد لليان اللوجيك باش ننضمو خاصة ما بين الحجاج داكور كتعرفو ان في لغيداكشون خسكم تكتبو النص اللي يكون بيان ستخيكتوري كويرو فباش يكون ستخيكتوري وكويرو خسنا نستعملو لليان اللوجيك باش ننضمو النص ديالنا هالشي كي اطلع على النقطة بتابعة الحالي ان المصحح كي يلقى واحد من الغيداكشون من الضمال الحجاج بينين وبالتالي كيكون هو مرتاح وتال نقطة كتطلع نظر المعايير ديال اول داليا اللوجيك اللي متداولين بزاف عندنا دابو يعني اولا اونسويت اون بلوس اون نطر بوي اونفا دوك هادو المعنى ديالهم كامن بحال اولا ثانيا ثالثا يعني واخدين هاد المعنى هادا وخاكين شو حدي عندو المعنى ديال بالاضافات الى ولكن مهم ماشي في اطار ديال الترتيب وهنا كان زيد نركز ترتيب ديال الحجاج يعني اه كسبتي دابو فالحجة الى كانت فيها جملة مزيان من بعدها غدتكسب اونسويت كانت الحجة فيها دو فخاز ولا دخوا فخاز يعني جوج الجمال كلاسة ديال الجمال فما تبقاش تدير كل على رأس كل جملة دابو اونسويت اونفا نان مشي بهذا الشكل هادا تتختم الحجة ديال كاملة عاد وغادي تكون بادي حجة جديدة عاد ما دير اونسويت ولا دير بوي ولا ممكن تستعملوه بخوميار مان دوزيام مان اتتغا حتى نوصلو الاخير ونكتبوه درنيار مان درنيار مان كتجي مع الحجة الاخيرة هنا ملاحظة غنزيد نزيد نزيد نأكد عليها عندك دابو وانفا دابو خسا تجي في البداية ديال الفقرة يعني بداية في الاول حجة وانفا تكون مع التالية لزوت اونسويت اونفا مش مشكل فين ما حدثوهم غير هما ما يكونوش يعني مهم دابو وانفا ما يتغيروش من الاماكين ديالهم وراني كتبتها بالاحمر كدلك بخوميار مان فرا هي اولا ميمكن ستكون احنا كنقولو اولا ونكتبوها في الوسط ديال الفقرة داكو وده اغنيو يغمو هي اخيرا كاخر حجة عندنا الالتغناتيف هنا هي ديال مشي الاختيار بحال احنا مني كان بغير نقولو من جيهة ومن جيهة الان اخرى يعني دين باق دين اخرى دان كوته من جيهة ودان اخرى هنا الشرط هما أفت كان يجوش ديال مشي ايش شرط اكثر يالي يعني واضح هو انه يلك سبتي دين باق فداروري في جملة تكون عندك دين باق يعني من جيها ومن جيها تانية يقدر مصحيح ما ربما مع الضغط وهذا ما ينتبهش باللي كسبتي في الاول دين باق وما كسبتيش من بعد دين اخرى شرط آخر هو فقرة الأولى تهدر على إسمان وفقرة الثانية تهدر على أونتيغون كعنصر ثاني أو كعنصر آخر فتكتب دينو تخو بارسي تذيخ كي يجو بزا في البداية ديال كل فقرة هذا شيء ما كنه منعش أنكم تستعملوها في نفس الفقرة مثلا دينبار تهدر على لفين وفي نفس الفقرة تهدر على كمباني كم دوت خوبة كمباني كجيها كفكرة ثانية ولكوز عندناك لأنه لأنه وهذه مراجعة كذلك لأسئلة اللونغ التي تقدر تحط لكم في المتحان مع لو تكس يعني كسؤال مستقل يقدر يقول لك نتي إكسبريمة لكوز خرج لنا شيء أدت كتعبر على السبب لكوز هي السبب فقط تستعمل تقلب على كار أو بارسكو هي اللي سهلة كين نبدو تخوز إكسبرسيون عندنا بويسكو بويسكو نقدر نديروها في البداية ديال الجملة أو في الواسط ليس مشكلة ولكن كار أو بارسكو أغلبية كنبيو فستعملوها دائما في البداية ديال الجملة في مرة كي تصادف أننا كن بغيو نعاودو لأن بحالة با قلت مثلا مغان مشيش المدرسة لأنني مريضة لأنني كنتح في هذه الحالة نحن نعاود كار بغيو نعاود كار فم الأفضل تايلة ديرتو ببارسكو كدجي شوية راكيكا لأننا نفس الحاجة فعاودوها في كو هي نظر اللي أنو عنده المعنى ديال السبب داكو عندنا ساحشان كو فم بريتي تعاود كار ما تقسبهاش بزاف دير ساحشان كو ووووين عندنا سوب خاتكس 2 فسوب خاتكس 2 هي بحال تحت دريعت إلا جينا نشوفو هاد السبب كي كون كادب سوب خاتكس 2 فهو سبب كادب دابا لبيت الرلاشن الوجيك التاني هي الهدف داكو واللاني كان بريو احنا نعبرو على من أجلي داكو بالفرنسي غنقولو طو سمبل من بوغ إلا ساع من برينا نغيرو بوغ غنقيرو أفن دو و أفن دو خصدارو ريكون مراهل انفينيتيف ودن لبيت دو يعني من أجلي تهي عندنا بس المعنى رابي ينسور ما كان عطيكم شكو وشي لليا احنا غي مراجعي يعني إلا بطغي تلاتة ديال الأدوات من كل عنصر فراه تبارك الله غدي تقولو رحكينا أفن كو أفن كو كنستعملوها مني كن كنو كن هدرو على دو سجي ديفيرو داكو مثلا جيد جيد من أفن أفن كيل غي يوسيس باش هو ينجح ماشي جيد من أفن من أفن من بوزوان ينجح فاكا قولو جيد من أفن أفن كيل غيوسيس داكو مو يماذي غي ملاحظة أنتوما في استعمال يعني وخمشي نصيحة أكادمية فاستعملو دو في جميع الحالة دو يجي مراها لفعب طو سمplement أجنف نفسي ممسارفش تربج يعني لفعب يعني يقصر يعني كدو اكثر ريال ايدا. صحيح؟ دونك عدنا او كونسيكونس هي نتيجة اللي وكتكون دائما في بداية الجملة ومورها واحد الفاصلة دا لغتا هي نتيجة اللي داك تقدر تجي في البداية تقدر تجي في الوسط الجملة. لاحظوا را كنكتب لكم الفاصلة مشيز عما بغيت نزوق الصفحة نو را خصدارو جي تكتبوها حتى انتو ما فانتبهوا الكتاب. عدنا لوبوزيسيون اللي هي التضاد مي في المقابل بار كنت. عدنا كنت خيرما عكسا. او تهياء ضد ولكن اكثرية. اكثرية كنديروها في بداية الفقرة المعارضة مثلا. عدنا واحد الفقرة اللي هي معارضة الفقرة الاولى فكند ممكن استعملو او. عدنا لدي سيو هاد او غرافي هانا دا احنا هي كند ناخدو الامور اللي هي بسيطة. لدي سيو اللي هي التعبر على اضافة الى او ناده. اه بلي زنكا. اه كمي أي اضافة الى وانا كود انكم كتحتاجوا هاي الكلمة هدي. سوة نو بليه كو دون ان انسا يستحسن استعماليها للربط بين فكرتين لهما نفس التوجه او المعنى. هانا الملاحظة اللي درس. انت يكاد تدافع على واحد الفكرة داكو وبغي تزيد تعزز نفس الفكرة في نفس التوجه ماشي فستعمل صنو بليكو ودون أن ننسى وتزيد تكمل الجملة ديالك. اما إلا انت مثلا كتدر على سيونتيفيك ودرتي صنو بليكو تكمل في الايطار ديني ولا الايطار الاجتماعي فشوية تجي راكيكا من ناحية المعنى. على ايان وخاها كراكي يغضو النظر على هاد الاستعمال ديالي اللي هي اللوجيك على الاقل بعدها إلا بغي تستعمل كارك تستعمل كارك تستعمل كارك تستعمل كارك تستعمل مهم يكونو تكونو شوية عارفين ماشي كنتلبو منكم واحد النبو اللي هو على الاقل بعدها تعرفو الاستعمال ديال الادوات في محل هون ماشيو دون تدقيق. نمشيو دابل على العبارات اللي كتستعمل بزاف لانشاء. عدنا اوديو بيدو باراغراف ولا لغيد اكشون يعني في المقدمة ككل فكنكتبو جنغال مو اللي هي عموما اكتويل مو تهي مرة واحد الفاصلة سيفو بلي هنا غير بالضغط ما كسبتهمش اكتويل مو جنغال مو افكتيف مو كاملين بعدهم فاصلة اكتويل مو هي في الوقت الراهين تقدروا تديروا انش مو مو ولكن انش مو كتجيم عالوا ذرب اكتويل مو قدروا نبدو بيها من الافضل افكتيف مو بالفعل اللي بغيتو تبدو الفقرة ديال العرض ما لقيتو تشي اه دات ربط فاستعملوا اوني فيو لا افكتيف مو داكو لقاء اوني فيو افكتيف مو را ماشي نفس شي ماشي مو شكيل قصدو يعني استعملوه فيما تكونوا بغيين تعبرو على بالفعل ساييه إلي ايفيدن كو من المادهي انا أو من الواديحي انا انا يأما تبدو بيها الجملا أو تكون فورس الجملا مشي مو شكيل والاكي ماتكو جوا سلامة بينكو لأنكو كتجيم مرة عندها ترجمة نانسيطة ما يدي على سلا كونتروبوه وهذا يساهمه الى سلا ابتئه وهذا يؤدي الى دونك هاد سلا انا اما تديروها فالبدايات الجملة دونك خصتكم ماجسكول سي داكو يعني داك الشي اللي كنتي كتناقشو في الاول وبريتي تقول وهاد شي كامل كي ادي الى يعني بحالي كتبدأ النوفال فخاص فقدير سلا بماجسكول سينو ممكن تجي في سياق انها في الوسط يعني ما بغيتيش تبدأ جملة جديدة ديرها في نص سياق دبع لاحظها بصراحة كيني بزو ديال الديتاي المهم كانت منا تحاولوا تفهموا الفكرة اللي كان بغين نقصدها مهم الى درتيها في الوسط فما دير ما ديش قبل منها نقطة وما ديش ما جسكول عندك الاختيار دونك سلا ابوتي ا يعني لفرب ابوتي اغتا هي يؤدي الى ان ركوران ا بالرجوع الى فمتن بالرجوع الى الصلاة بالرجوع الى القرآن بالرجوع الى الموسيقى بالرجوع الى المهم اي حاجة فيها بالرجوع الى ان ركوران اصمار يعني مشي يستشعر مع امو فممكن تستعملوا لفرب ركوري في هذه الحالة عندنا نتاما سيختو ان فارتكولي هي خاصة كتبو نتاما في الاول كتجي زوينم اه سيختو الى مالكتي متقول مثلا اولا اه بغيت يتعوض نتاما فاكتب سيختو هي اللي جات لك بالك ولا ام بارتكولية وخاصة فاكتجي تعبير اللي هو حسن عدنا سوفان هي توجور الى كتبتو توجور بغيتو تعوضو عوتيني في الجملة اللي مراها توجور فاستعملوا لك سوفان داكت سولانو زمن اه وهادا يؤدي بنا يؤدي بنا الى اه دو بلجانه مليي اكتر فاكتر عدنا دو جور وأنجور ياو مين بعد دابا انفسك لتابا لقد تحو فاحد الموقف انك دابا تستعى تاتي لابا لابا لكي كم بريتي تاتي لذارلق معوفي فممكن تقول أنا جو شوي دaccord avec confório سيقره Avec le fait de confier ce secret aux amis Pour plusieurs raisons مرات طبع كنا بداف الحجز ديالي أو pour les proves suivantes للمساحيح كيففن بلي يعني هناك ممكن انا كان قول ان نفو با ادوبته ولا ان نفو با كنفية سي سكره او زميه او زميه الواحد مخشي يبوح بالاسرال ديالو الاسرقاء داكو وندير نقطة ونقول ستبوزيسوني بالو فخوي ديازار هاد الموقف هادا مخشي هو واليد صدفه راه هاد الفخوي ديازار راه كينا انا استعملتها في الاول غيه اكد جتلي ليال بالي مي ابريت اكدت من ديجان فخانسي فواحد اليميسيون فكانوا يقولوا فريمو فخوي ديازار داكو يعني باش متقولوا ربما هاد الاسرقاء يعني انا بحال اذا ما هي ترجمتها الفرنسيانو انا شوش انا اسرقاء ليه فخانسيسه. داك هاد الموقف هادا نيبا فخوي ديازار ميه بازيه سر الزرقيمو سويفون ولكنه مبني على الحجاج التاليه. شنو هي الحجاج التاليه هاد ندير نقطة ونكتب دابار ونكمل. دخولوا ليه واش ممكن استعملوا كيسيون. كيسو الليزارقيمو االور. لا ممكن راه فالانتغيور داكس الارقيمونتاتي في الوسط و سيختو في الديفلوفمون ممكن نكتب السؤال ولكن داك السؤال كي تسمى سؤال ستينكاري باش كان ااتيغي لاتنسيول شي حاجة وكان عطي جماليين بس. ولكن إلا كنت يعني ما عندكش مستوى في اللغة الفرنسية فما تتعلقت فاستخلق. يعني اكتب داك شي علاقت داك ما انت يعني بسيط فالتعبير ديالك فبلا ما تدير كيسيون توحل راسكو هو واي. عدنا اكسبريسيون دوبينيون دابا. يعني تحتاج في الاسئلة شعود عسرة ممكن اسمح لي الرقم بان مع مجباش صوني عليا على اي اندو كعدنا بور مو. امون نافي امون نوبينيون امون سانس پرسونيلمون فهادو كامني كيعني وبالنسباتي لي. مني كنبغين نندكلاغي مون نافي. فنصيحة سؤال شعود عسرة ضروري تكتبو هاد العناصر عدو. في البداية باش كتزيدو تربحو النقاط وتزيدو مورها حاوتيني انفر بضفينيون بحال جو تخوف ك اجدو انه جو بانش ك اعتقد انه جو واك تهيه جيسيم ك اقدير تهيه في المعنى ديال الاعتبر ولا اظن. جو كخوا اعتقد اظن. دائما الاستعمال ديال واحدة يختلف عن استعمال الاخرى. ولكن احنا في الاولى باكولاتة الباكليبة فاكيتلبو منكم غير على الاقل تستعمل شي فرد بضفينيون. ايو حاجة استعملتها ركال تعتبر صحيحة في هاد الايثار هادا. إلا داتي لانيگاتيون. جو نبانس باك. مثلا فالفغب ضروري يخصوم يكونوا سبجنكتف. فما كانت صحكمش تكتبو يعني ما كانت صحكمش تديرو لانيگاتيون. مثلا جو نبانس با. فما الأفضل ديرو جو نبانس با. وتعطي الموقف اللي يكون هو فيه لانيگاتيون. ولكن إلا داتي جو نبانس باك فالافعال اللي يجيون من بعد هاد الفعال خصوم يكونوا سبجنكتف. فبلا متعقدو الامور. عدنا لإكسPRESSION دي POSITION دابال موقف. إذا ما وش جو سوي داكور ولا جو نسوي با داكور. غالشي اللي بغيت نقصد بحال دا بادرتي جو نبانس ك جو نسوي با داكور. مثلا نغير. يعني لانيگاتيون تكون من بعد. فما كتأتتش على الأفعال داك ساعة. دونك ممكن قل جو سوي داكور افيك. يعني انا معا او انا اتفق معا. او جو نسوي با داكور او جو نسوي با داكور او انا لا اتفق معا. جو بارتاج لاميم ايدي ك انا لا انا اشارك نفس الفكرة ديال. يعني كتانونسي داك الفكرة اللي كتدافع عليها. جو نبارتش با لاميم ايدي ك انا لا اشاتر نفس الرأي ديال هاد الفلان ولا ديال الفكرة اللي كتناقشها. ممكن قلو جو سوي بوغ يعني انا معا ولا جو سوي افق معشي مشكل غير هو ما ديروش بوغ افق مشوش حيث اتشيرا كنتصادف معا فتحي. جو سوي كنتر فلا يعني جو سوي كنتر انا ضد. جو كنسان تهي اتفق. جو غفوز ارفض ولا جو دود اشوك. دابا نمشيو اللي كيشون داكور ديكشون اللي كي كونو بالاب لا تولي سو جاي مالكتو تشي طريقة باش تعبرو بيعا السؤال. ممكن تستعملو هاد العناصر تالية. تقولو كو بتاندير اسو سو جاي شنو قدران قلو حول هاد الموضوع. كو بتاندير اسو بروبو شنو قدران قلو على هاد القول هادي بروبو سختو كاتمشي مع الافخاز مع الاقوال اكتار tackle ما هي الموضوع سيجرا نقدر rotations tu تستعملو remained للا فيولنس أو ولا توقع ناقشو متل اهل كال او او اوبينيون داك هال او اوبينيون ؟ كال اوبينيونpelled � Cuz who من المعقول الاعتقاد هكذا وهنا الشرط باش تكون الكيسيون تكون زعما يتمح لها تكون ديجا ديكلاريتي في المقدمة الموضوع اللي غتنقشو او الاعتقاد اللي غتنقشو باش مني كترح السؤال كي يجدك شي متنسق. باريتي اللوجيك دو كخوار كو واش كي واش مين المعقول ان انا اه او هال مينان منطقي اه الاعتقاد بكذا او وي الامان بكدا وتكاث تريد ديكالفكر اللي غتنقشا. ماذا يجب ان يجب التجمع هكذا في العكل تسيتي دى يجب ان احسر تقضي على الكو احتفادı الاعتقاد. يجب ان تفضوها لدى ويجب ان ايجب ان او ان ارده الان لجيء pour combéral سرهاه لهم. انها القصة. انها غير مجددا. انها غير مجددا. يبدو من المنطقي تفكي من المنطقي الإيمان بهذه الفكرة يعني يبدو مما سبق وهنا عندكم اختيارية إما تقولوا فيك نظرا لأنه وتزيدوا تعلوا الموقف ديالكم بشي حجة باش تختموا النص ننخ لوحة تحكو نتوما تدف السجن من المساودي يلكم اختيارية سبق ونطقي التلقى مما سبق يبدو أنه وتلقى مما سبق وكأنه فينا لما تدفشي قرية يثبون بيانا تشكي فينوانا شعالي ازمان في حاجة الإيمان بهذه الفيناس وكثم يبدو أنه تلقى مما سبق ويبدو أن هذا الانصور عنده نتاايد اللي هي إما سالوتر مزيانة في نست خيبة بور لابي أمان هنا غير معنا تقريبي بدرجة للحياة الإنسانية دفا وصلنا للعبارة يمكن ولا لابارتي تون أتون دي بارو اللي كتنوها مقبلها اللي هي الحجة الصالحة لجميع المواده هنا بالنسبة لهاد القضية دي الحجة فمالأفضل أنكم تشوفوا اللي فيديو اللي غادي نخليهم لكم في أول تعليق دكو باشا كده غتبنى واحد الفكرة أو مجموعة دي الأساليب وانتوما دك الساعة غتتعبروا بطريقتكم إلا حفظتوهم كامل فغيتتكون عندكم واحد راسيد اللي تعتقوا به راسكم ولكن إلا كنتوما مثلا كتعرفوا تعبروا فشوفوا الطريقة اللي عبرت عليها يعني خدو غير وستيب باش هكذا تنضموا الأفكار ديلكم نهار ديال الامتيحان واش كي صدقوا هاد الحجاج ولا لا فعلى حسب انتوما كيفاش كتبتوه النص واش درتو إضافات واش كان يعني ملائي من الحجاج بدرجة كبيرة النص وعرفتي كيفاش تلعب بالكلمة شوية باش تنسخ يعني الدكاء ديالك هو اللي كي حكم ولا كي حتم النقطة اللي غدت حت إحنا أنا رأكلب بي لكم غير اللي بوزوين ديالكم انتوما شعال مرة كتخليوا لي في التعليق ولا ليدومون ديالكم سي ميه طلبات ديالكم فكتخليوا لي في التعليق عطينا حجة صالحة فأنا كاللي بيها الطلب هادا وانتوما تحملوا المسؤولية علاش لانا خسكم تقروا هاد لازارجيمون خسكم تفهموهم مزيان وتحفظوهم علاش الله باش نهارد المتيحان يعني كيساعدوكم باش تنطلقوا تكونوا فكرة أو حجة براجكم متوما ما تلاعبنا هنا شوني كن بي أخذ دوتان يعني شي حاجة كتضع لها اللي سلبية وتقولوا ما هي إلا مضيعات الوقت ونو نتيرون اوكان بخوفي وما كان أخذو منها حتى فائدة نو pouvون سمplement نقدرو نلاحضو فقط لصور دي persoon كي يو adoptي ست ووا مقدرو نشوفو الماسف دي الاشخاص اللي تبعو هات تريق هادي داكور هاد لصور دي persoon كي يو adoptي ست ووا نقدرو نبدلوها داكور ونتوما يعني يعطيو الميتال اللي كيكون عندو علاقة بالنص اللي كتناقشو باش هكدا الحجة ما كتبانش مفرون شاو فاي لان بطبيعته يبحث ونتا يكتحكم أنا عنا نعطيكم اقتراح اتخوفي ساقيت يعني انه الحاج اللي غاد فرح للسعادة دي يالو اب سو بكشوني انه يعني يحس من راسو يعني يخلق الصورة الميتالية دراسو داكور يه يعني دي دي الكن يعني اعني انك ذلك نفس الكلي Конечно هاد التصرف هادا سيخدو دب مني كيكون الموضوع كي ناقش التصرف فتقول انا لفت دادوبتي ان تل كمبورتمو بو نوير توت سيز اسبيراتشو يقدر يعني يضيع قاع الامال ديالولي انا هنا شوفوا لاحظو قنا شخش اتخوفي داكور يعني انهو يطمح الى فالفت انهو يتبحت شي هادا غادي يأطر لي على الطموحات ديالو انا اعطيتكم يعني بحل القالب ديال الحجون انتو معمرو باش بغيتو بغيتو تبعو هاد الفكرة كيف ما هي فمعليكم الا يعني تحطوها في المكان المناسب ومع الموضوع المناسب اللي اناتكو علينا الندكورة كده او الاشارة تسويلا غيفيل ان مانك دفوا ايه ان غروند بيدا اخسنا ننتيو بلي ان هاد شي هادا كش اللي كتدرولي اه غيفيل يعني يعكس هي غفلة يعكس ولكن غيفيل بحال معنا تقريبي مع مع القيش كيفاش نعبر عليها بالعربية داك غيفيل ان مانك دفوا احنا دين قولوا يعكس واحد النقصان للإيمان مثلا ايه ان غروند بيدا واحد بحال الفاساد بيدا احنا دينيو خاجال يعني سي حاجال كدجيب السمي إزازمون فا دلو كوته هادا داكو لا بلو بار ديسس ديسوسيولوغ السوسيولوغ كنفرم سو بخوبو لعادي دمينا العلماء الجيماع مثلا او لا نسيتم اللي وانت لكم هنا لحواج اللي خس كنت بطلهم دونك غيب عزربا فات قطرد قولوا نعم 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 ن او حتى العلمية بخونوا لأكزمبل دي ناخدوا المثال ديال كذا مثلا بتخب خوفات دي فيلوزوف بخونوا لأكزمبل دي فيلوزوف تعتوي الاسم ديالو كي أسر كو الذي يؤكد على مثلا وتكملو دونك هذي كانت تغيي فكرة أو طريقة باش تعبرو تقدرو تتبنوها أو لا لا أو تدرو عليها إضافات يكفي أنكم تشاهدوا لقاء الفيديو ديال الحجة الصليحة لجميع المواضيع ما شاكدت تبنو بعض الحجاج أو بعض الأساليب وتنقدو رأسكم بها ديال المتحان إلا شفتوا لا فيديو كاتستهل فما تحلموناش ملي لايك ديالكم ملو بخطاج علاش الله وتشتركوا معنا باش تسنفدو قعم لو كنتوني ديال نوت روشين أتخا تخا بيانتو